مرحبا بك مجددا أحمد أحمد قبل قليل حدثتنا عن مشاورات أمنية يقوم بها نتنياهو ما المنتظر من هذه المشاورات؟ خالد أيضا منذ قرير انتهت مشاورات أمنية ترأسها وزير الأمن الإسرائيلي يوأف جلانت في ختامها قالت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان إن جلانت أوعز برفع حالة التأهب على كافة جبهات الحرب خشية من رد محتمل على عملية أو هجوم أو مجلة خان يونس في قطاع غزة كذلك حي جلانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على اغتيالها قيادات حركة حماس منذ قليل وفور انتهاء المشاورات الأمنية التي بدأها جلانت بدأت مشاورات أخرى يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يشارك فيها جلانت وزير الأمن الإسرائيلي أيضا يشارك فيها رئيس المساد رئيس الشباك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وفي ختامها سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مؤتمرا صحفيا يتوقع أن يكون بعد خروج السبت أي عند نحو الساعة التاسعة مساء هذا اليوم بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية سيعلن بن يمين نتنياهو عن محاولة إسرائيل اغتيال محمد الضيف القيادي في كتائب القسام رئيس أركان كتائب القسام لن يعلن أو من غير الواضح أن كان سيعلن نجاح هذه العملية أو ما إلى ذلك من أمور لكن سيكون هذا أول إعلان رسمي إسرائيلي في حال حدث طبعا يذكر الضيف بالاسم بيان الجيش الإسرائيلي الذي صدره سابقا لم يذكر محمد الضيف بالاسم أيضا بيان وزارة الأمن الإسرائيلية وكذلك بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية كل هذه البيانات لم تذكر أي أسم لقيادات من حركة حماس كانت المعلومات تسرب إلى وسائل إعلام الإسرائيلية من غير الواضح كيف سيكون تصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لكن هذا أول مؤتمر صحفي لنتنياهو منذ أكثر من مئة يوم يتطرق فيه لمجريات الحرب على قطاع غزة بالتالي الترقب كبير جدا على المدى الفوري في إسرائيل للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لكن هناك ترقب شديد وخشية شديدة خصوصا عند عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين التي تتظاهر هذه الليلة في تل أبيب وفي القدس وفي عشرات المواقع من أن تؤدي مجزرة خان يونس اليوم إلى تعطيل المفاوضات أو إلى إحباطها بشكل تام بالتالي هذه العائلات تطالب الحكومة الإسرائيلية بعد أن تحبط صفقة التبادل للأسرة تقول أيضا إن الانتصار قبل موضوع الصفقة أريد فقط أن أسوضح من ما تفضلت به أنت تحدثت عن جالن يحيي الأجهزة الأمنية عن الإغتيال ونتنياهو يستعد لمؤتمر صحفي هل نستنتج من ذلك أن هناك حدث مهم قد يولن عنه في إسرائيل هذه الليلة؟ قد يكون ذلك ومن غير الواضح أن كانت إسرائيل ستعلن صراحة عن نجاح حملية الإغتيال إسرائيل أعلنت حتى الآن عن تنفيذ محاولة إغتيال لم تذكر أسما محمد ضيف في البيانات الرسمية لكن كانت تسرب ذلك إلى وسائل إعلام إسرائيلية ننتظر هذه الليلة خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بحسب وسائل إعلام إسرائيلية سيتطرق لما تقول إسرائيل أنها محاولة الإغتيال ومن غير الواضح أن كانت سيتطرق لنتائج عملية الإغتيال هذه أن يخرج إلى الإسرائيليين ويقول أن إسرائيل متأكدة مئة بالمئة من نجاح عمليات الإغتيال ترجمة نانسي قنقر